بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بأنناه في المحاضرات الماضية عن الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة نتحدث في هذه المحاضرة عن أنواع السندات وإذا أردنا الحديث عن أنواع السندات نجد أنها تنقسم إلى سندات عادية والمقصود بالسندات العادية هي تلك السندات التي يسدد حاملها قيمتها الإسمية بالكامل وتمكنه من الحصول على عائد ثابت طيلة فترة القرد وعند نهاية القرد يسترد صاحبها قيمتها النوع الثاني وهي السندات الصادرة بأقل من قيمتها الإسمية مثل هذه السندات تتنازل فيها الشركة عن جزء من قيمتها الإسمية لفائدة المقتتب بحيث أن هذا الأخير لا يسدد مبلغ السند بالكامل غير أن عوائد السندات وتداولها يتم على أساس القيمة الإسمية المقيدة في هذا السند كذلك يوجد ما يسمى بالسندات ذات النصيب وهي سندات تصدر بقيمتها الإسمية وتعطي لحاملها الحق في عائد ثابت وتختار الشركة عددا منها عن طريق القرعة فتمنح لحاملها جوائز مالية كذلك يوجد ما يسمى بالسندات المضموضة والأصل أن صاحب السند يعتبر دائنا عاديا للشركة وبالتالي فإنه عند إفلاس الشركة يدخل مع سائر الدائنين الآخرين قسمة غرماء يستوفي فيه قيمة السند بحسب ما يتوافر من أموال الشركة إلا أنه أحيانا ورغبة من الشركة وحاجتها إلى المال يمكن أن تعطي ضمانات خاصة لحملة السندات يستوفوا منها ديونهم في حالة إفلاس الشركة كما يوجد بعد ذلك ما يسمى بالسند القابل للتحويل إلى سهم وفي هذه الحالة تعرض الشركة على حملة السندات إذا رغبوا في نهاية مدة السند اللي عنده حلول أجل استحقاقوا إما أن يستوفوا قيمة السند وإما أنهم يقبلوا أن يتحولوا إلى مساهمين في الشركة ترجمة نانسي قنقر